أخبار البطلطين في أنحاء القاهرة وبدأ الناس يتنقلوا أخبار المسابقات ووصلت للنادي طلبات من عموم الشعب لدخول النادي عشان مشاهدة مسابقاته وخاصة كرة القدم وبالفعل قرر النادي أن تكون مشاهدة المسابقات مجاناً لأعضاء النادي وفرض رسم دخول رمزي لغير الأعضاء لمشاهدة المسابقات ففي جلسة يوم الاثنين 23 مارس 1914 كان قرار اللجنة العليا تعديل اقتراح الدخول لمشاهدة المطش النهائي لمسابقة كأس حشمة باشا وجعل رسم الدخول قرشين ساغ للجزء الخارجي وخمسة قروش للمحل الداخلي ومعافاة أعضاء النادي عن دفع أجرة الدخول بإبراز التذكرة الشخصية البطلطين كانوا لطلبة المدارس العليا وخرجيها لكن بعض المدارس السنوية طلبت أنها تشارك في فعالياتها وقررت اللجنة العليا في جلسة يوم الاثنين 13 إبريل 1914 الموافقة على طلب مدرسة محمد علي برغبتها الاشتراك في الحفلة إذا وافقت نظارة المعارف على ذلك يعني أي مدرسة ثانوية ترغب في المشاركة في البطلطين لازم تجيب موافقة وزير المعارف اللجنة العليا ما اكتفتش بالكؤوس اللي حياخدها الفريق الفائز بكل بطولة ولكن تشجيعا للمتسابقين قررت في جلسة الاثنين 16 إبريل سنة 1914 إعطاء جائزة للأول في كل مسابقة من المسابقات التي تقررت وعددها 13 ودعوة أصحاب السعادة أعضاء مجلس إدارة النادي للاكتتاب في دفع ثمن هذه الجوائز التي تقدر بـ 25 جنيه العمل وأعضاء اللجنة العليا كان جميل ونبيل في معناها لما يدفعوا من مالهم الخاص جوائز مالية بيزود الحافظ عند الطلبة وبالتالي بيزيد عدد المشاركين في البطولات اللي بعد كده وفاز فريق مدرسة الحقوق العليا بكأس أحمد حشمد باشا لكرة القدم وفريق مدرسة الزراعة العليا بكأس عزيز عزة باشا للألعاب الأخرى البطولتين كانوا أول مهرجان رياضي يقام في مصر وتحديدا في النادي الأهلي وكانوا بمثابة دورة أولمبية مصغرة بتقام بالنادي الأهلي كل عام المسابقات نجحة نجاح مبهر وغطت على أنشطة الاتحاد المختلط وبدأت الصحف تتناول أخبارها بانتظام ومن خلال البطولتين دخلت الرياضة مرحلة المنافسات الرسمية والمنافسات هي أكبر حافز لممارسة الرياضة وزادت شعبية كرة القدم مش بس كده ده كمان زادت شعبية النادي الأهلي لأنه جمع أطياف الشعب حوالي مسابقاته ورغم إنشاء بطولات ومسابقات رياضية على مستوى أكبر بعد تأسيس اتحادات مصرية في كل الألعاب في العشرينات زي ما حنعرف في الحلقات القادمة إلا أن النادي الأهلي استمر في تأديد دوره مع الطلبة وفضل ينظم البطولتين لمنتصف الأربعينات من القرن الماضي بل وأضاف إليها بطولات أخرى من أجل استمرار نشاط الطلبة في ممارسة الرياضة ونتنقل ترجمة نانسي قنقر